حزب النصر لسيدنا أبي الحسن الشاذلي قدس الله سره بسم الله الرحمن الرحيم اللهم بسطوة جبروت قهرك وبسرعة إغاثة نصرك وبغيرتك لانتهاك حرمتك وبحمايتك لمن احتمى بآياتك نسألك يا الله يا سميع يا قريب يا مجيب يا سريع يا منتقم يا شديد البطش يا جبار يا قهار يا من لا يعجزه قهر الجبابرة ولا يعظم عليه هلاك متمردة من الملوك الأكاسرة والأعداء الفاجرة أن تجعل كيد من كاننا في نحره ومكر من مكر بنا عائدا إليه وحفرة من حفر لنا واقعا هو فيها ومن نصب لنا شبكة الخداع اجعله يا سيدنا مسوقا إليها ومصادا فيها وأسيرا لديها اللهم بحق كافها يا عينصاد اكفنا هم العدا ولقهم الردى واجعلهم لكل حبيب فدى وسلط عليهم عاجل النقمة في اليوم والغدا اللهم بدد شملهم اللهم فرق جمعهم اللهم فل حدهم وقل العدهم اللهم اجعل الدائرة عليهم اللهم أرسل العذاب إليهم اللهم أخرجهم عن دائرة الحلم واللط واسلبهم من مدد الإمهال وغل أيديهم إلى أعناقهم واربط على قلوبهم ولا تبلغهم الآمال فينا اللهم مزقهم كل ممزق كما مزقتهم انتصارا لأوليائك وأنبيائك ورسلك اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبائك على أعدائك اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا منا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا حاميم 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 حم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون حاميم عين سين قاف حمايتنا مما نخاف اللهم قنا شر الأسواء ولا تجعلنا محلا للبلوى اللهم أعطنا أمل الرجاء وفوق الأمل يَا هُوْ يَا هُوْ يَا هُوْ يَا مَنْ بِفَضْلِهِ لِفَضْلِهِ نَسْأَلْ نَسْأَلُكَ إِلَهَنَا اللهم بأسرار أصحاب هذه الدعوات المستجابات أن تقبل منا ما به دعوناك وأن تعطينا ما به سألناك وأن تنجز لنا وعدك الذي وعدته لعبادك المؤمنين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين إن قطعت آمالنا وعزتك إلا منك وخاب رجاءنا وحقك إلا فيك إن أبطأت غارة الأرحام وابتعدت فأقرب السير منا غارة الله يا غارة الله حث السير مسرعة في حل عقدتنا يا غارة الله عَدَ الْعَادُونَ وَجَارُوا وَرَجَوْنَ اللَّهَ مُجِيرًا وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا حَسْبُنَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ سَلَامٌ عَلَى نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ استجب لنا آمين يا معين وصل على سيدنا محمد في المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أنت تعلم أعداءنا عددا فبدد شملهم بددا ولا تبط منهم أحدا إنك أنت الباقي سرمدا ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم فهل ترى لهم من باقية وهي خاوية على عروشها فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الكرام البررة أجمعين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين عليك معولي يا ذا الجلال وتعلم مقصدي مع ضيق حالي فخيب قصدهم في كل أمر وعجل أخذهم في شر حالي بجاه القطب والأبدال طرع وبالسور المصون لدى الرجال وبالأسماء ذات القهر عجل بما قد رمته يا ذا الجلال لحزب النصر أسرار سنية وللرحمن ألطاف خفية وإنا بالإجابة قد وعدنا وترك سؤال مولانا خطية